النهاردة حبايب قلبي هنعمل مع بعض السامنة الفلاحي بطريقة جديدة وحصري والأول مرة على اليوتيوب محدش عملت طريقة دي قبل كده مش هتشوفيها في أي مكان اللي عندي وبس فتمنى حبايبي اللي انتوا تتابهوني كده فضلا وليس أمرا لنهاية الفيديو عشان تشوفوا معي عملت السامنة الفلاحي ديت إزاي من غير إشتة خالص فتابهوني حبايبي كده عشان تشوفوا الطريقة وإن شاء الله كده تستفدهم بيها وما تنسونيش حبايبي كده بدعوة حلوة منكم وتصالوا على رسول الله كده في تعليق وشايفين السامنة مرملة ازاي وجميلة ازاي تابهوني بها كده لنهاية الفيديو عشان تشوفوا معي الخطوات خطوة بخطوة تابهوني حبايبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أخوتي وحبايبي في الله في قناتي على اليوتيوب أسرار الطبخ الاحترافي مع الشيف حنانة والرأي تعالوا بينا حبايبي نبدأ الفيديو الأول بالصلاة على رسول الله عليها فضل الصلاة والسلام ويلا على بركة الله ونشوف عنامل السامنة الفلاحي ازاي طريقة سهلة جدا وبسيطة جدا يعني تعمليها مفيش أقل من الخامس زي تكوني عاملها اه انا جبت كيس سامنة كريستيل اه انا ببعدت ابني جابها فجاب اللي هي السامنة البيضة في منها الأصفر فممكن تعملي بالسامنة الصفرة او تعملي بالسامنة اللي بتوفق يعني اللي تجيبيه يعني بس لو انا عايزة اللي هي يبقى لونها أصفر فحنشوف عنامل إدواء وانا برضو حعملكم فيديو تاني بالسامنة دي برضو تاني باللي هو الاكياس اللي هي السامنة الصفرة يعني هنا انا حطيت الوزن تقومها طلع تلتمية وتمانية واربعين جرام تلتمية وتمانية واربعين جرام يعني هو الكيس دا مش بيوبة نص كيلو بالزبط يعني اه فانا حبيت بس لانا اوزنها علشان ايه تشوفوا معايا الطريقة خطوة بخطوة هنا بقى هنحط عليها ايه علشان اه السامنة تطلع معايا مرملة وازاي السامنة الفلاحي بالزبط فعنحط زيت اه فعنحط يعني نص كوباية كده من الزيت عليها زي ما كده السامنة معايا هي اه طبعا ايه اه انا كنت بجاهز الزيت بس بجيب عشان ما كنتش بحضرها فبحط نص كوباية كده من الزيت اه ممكن نص كوباية او تلت اربع كوباية بس ما تقطريش الزيت جامد عشان السامنة ما تبقاش سيلة منك يعني اه هنا بقى السر في الازازة ديت دي ريحة السامنة البلدية كنت جايباها وبشغل بيها اه اه معاكم اه الحلويات بتاعت العيد والكحكو والبسكوت والحاجات ديت فهنا هناخد نص معلقة صغيرة ما تقطريش على الكمية اللي انا عاملها دي بس نص معلقة صغيرة من ريحة السامنة الفلاحية اه اه ما تقطريش عن كده اه لان هي الريحة بتاعتها بتبقى قوية جدا ده اه اه عزة السامنة ما تخليش يعني السامنة تطلع معاكي لونها ابيض اللي هي السامنة الفلاحية يبا انت مش هتحطي انا عنحط كركم باه رشت ايه عنحط سنة كركم كده علشان تديني اللون الاصفر ذا عز ان انت بتعملي السامنة الفلاحية وتبقى بيضة كده اه تبقى بيضة فما تحطيش اللي هي الكركم ايه فانا بس هي الحط الكركم لان انا قلتوكه لانا بعدة ابني الجابلي السامنة دي فانا ا 굉장히 قاعدewالوا ايجيب اللي هو اللي هي السامنة الصفرا منها يعني بس ملقاش في السكانهات فاغ انا بسlage في السواكر ماركت فانا لقى ديت اللي هي البيضة فكنت لقى ايناذه لو ملقيش ديت شديد يتجيب ديت فديت يعني ايه حششغل بيها وهنا بقى ايه عم حط يعني ربع معلها كده صغيرة من الكركو عشان تدينا اللون الاصفر هنا بقى حطت ربع كمان يبقى كده يعني نص معلها صغيرة من الكركو هنا بقى ايه مش عم حط ملح خالص لان انا هستخدم الممكن استخدم السمنة دي اعمل بيها برضو لان انا في ايه وقت بعمل يعني ايه مش مشارطة حلويات العيد يعني اللي هي الكحك والبسكوت والحاجات دي بس في الفترة دي لا انا اعملها لا انا بعمل وصفات معكم على طول يعني ممكن استخدمها في اي حلويات يعني فعشان كده مش هحط لها رشة ملح خالص لان انا ممكن اعمل بيها وصفات يعني حلويات فيبقى كده في الحالة دي مش هحط عليها مش هحط عليها ملح بصوا بقى هنا اللون بتاعها بقى اصفر وجميل ازاي وعلى فكرة كوركوم مش هيقصر خالص على طعمها هو حيدي لها حيدي لون بس للسمنة ومش هيقصر عليها خالص اه لو انت عايزة السمنة دي هتستخدميها يعني هي السمنة دي هتعلى فكرة عشان ما حطتش فيها ملح بس متعددة الاستخدام يعني انا باستخدمها عن نفسي لما عملت الوصفة دي استخدمتها وعملت بندها عملت بندها بسكوتات برضو حتى بعد العيد برضو بالشرط في العيد الصغير يعني اعمل حلويات دي وخلاص وعملت بندها ودخلتها في وصفات يعني حلويات وبرضو استخدمتها برضو في الاكلات برضو عملت بندها طبيق عملت بندها استخدمتها في صريق بطاطس وكوسة وعملت بندها يعني استخدمتها في الطبق كمان شغغالة جميلة جدا وبتخلي لك الاكل تحفى قالت بيها بيد خلت البيت معي طعب جميل جدا لكن دي قالي البيت بسامنة فلاحية فان شاء الله كده ما تجربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا جدا هنا انا بسيبها بس مش بقدة حسامنة فانا بسيبها لحد ايه لحد ما تسيح بس هنا انا كنت احطى معاكم نص معلقة زغيرة من الكركم ربع فربع فلما بدأت تسيح حسامنة حسيت اللون بتاعها اصفر فاتح فزويت ربع كمانة فيعني الكركم بتحطيه يعني سنة سنة على حسب لون السمنة ما انت عايزها يعني هنا بس بس بسيبها لحد بس ما تسيح بس وخلاص على كده مش بقدة حسامنة خالص عشان كده بقولك مش بتاخد وقت معايا خالص في عميلها سمنة فلاحي اقل من خبس دقايق حتكون يا عبلة سمنة فلاحي بش هتاخد وقت معاك خالص وسريعة التحديد الوصفة دي بصراحة انا كنت مترددا لانا انزلها انزلها لكم يعني لان ديت يعني طبعا انا بنزلها معاكم وبشارك معاكم الوصفات السهلة البسيطة بس في نفس الوقت بمكن ناس تستغل الوصفة ديك ويعني باسلوب غلط اللي هي تبحها لحد او حاجة زي كده فيعني ممكن بمكن ايه تستغلها باسلوب غلط يعني بس طبعا انا بشاركها معاكم بس خلي نفسي من المسئولية من الموضوع دهوت يعني امام ربنا انا حابة بس اللي انا اشاركها معاكم انما حد يستغل الوصفة في حاجة تانية بعد كده انا غير مسئولة فزي ما انتم شايفين ايه حبيبي دلوقتي انا بسيب السامنة لحد ما تبرد تماما وبعد كده بدخلها في التلاجة بدخلها في التلاجة ولحد ما يعني ما تجمط كده معايا بتبقى ديت ايه شكلها زي ما انتم شايفين السامنة فعلا جميلة جدا وتحفة بصوا بقى ناط هي ناط بس مسكت نفسها شوية يعني في التلاجة زي ما انتم شايفين نه بس طبعا ما باخد بندها كده بجرد ااخد بندها كده وبين صوابع كده بصوا بتدوب بسرعة زي هي سامنة فلاحي جميلة جدا والريحة بتاعتها نص معلقة ريحة السامنة الفلاحي اللي انا حطيتها فيها بخلي طعمها جميل جدا جدا نه بس ما تقطريش لان ممكن تمرر معاكي تخلي السامنة مرة او لو انت استخدمت السامنة في اي حاجة فتخلي الحاجة معاكي ممررة اي حاجة انت بتعبيريها فخلي بالك ما تقطريش هي العيار اللي انا عبلاها ده بالظبط هي نص معلقة صغيرة من ريحة السامنة الفلاحية تطلع معاكي السامنة جميلة جدا بصوا شكلها جميل ازاي وتحفى والزيت برضو ما تقطريش هي نص كوباية او 3 اربع كوباية زيت بس هي نص كوباية على الكمية السامنة اللي انا كنت مستخدمها لها 348 جرام كان من السامنة يعني او فهي كانت نص كوباية عليهم من الزيت فكانت حلوة حلوة جدا نعم ودي شكل السامنة فلاحي اللي انا عملتها بطريقة سهلة وبسيطة يعني وبأكد تاني انا بصراحة كنت مترددة اللي انا انزل الموضوع ده هو بس هي يعني انا بحب اللي انا اشارك معاكم الوصفات السهلة البسيطة او الحاجات اللي انا بحاول انا اوفر فيها اه وشاركها معاكم عشان الوصفة دي اه في ناس طبعا السامنة الفلاحي بتوبغاليا فدي بديل السامنة الفلاحي فانت لو بتعملوها بالطريقة دي وتعملي بها اي حلويات سوى في الحلويات بتاعت العيد الزغير اللي هو بعد العيد الزغير اللي بييجي بعد شهر ربضان يعني ونعمل فيه الكحكو والبسكوت والحاجات دي فبتطلع لك معاك الحاجة اكلك عاملها بسامنة فلاحي استخدمتها ففتي راح تبقى حلوة جدا استخدمتها مع اي وصفة تبقى جميلة جدا شكرا للمشاهدة السلام عليكم